جرتنا أقدامنا مع حلول المساء من الموصل إلى مركز قضاء الحمدانية حيث يعيش غالبية المسيحيون هناك وصلنا مع غروب الشمس وكانت الشوارع شبه خالية مع انتشار أمني وكان الأغلبية قد توجهوا إلى الكنائس من أجل إقامة القداس وإحياء طقوس أعياد الميلاد وصلنا إلى كنيسة الطائرة والتقينا بهذه الشابة المسيحية التي عادت من رحلة نزوح صعبة قبل عامين وحدثتنا اليوم عن شعورها بإيقاد شعلة الميلاد وما الذي كانت تفتقد إليه في السنوات الماضية حلوة يعني كنا مشتاقين هذا الشيء يعني كنا بالنزوح كنا فقدين الهيتي يعني شعائر وبالنزوح تعرفه مثل الواحد يكون بمنطقته يعني طبعا طبعا كلش فرحاني كنا يعني من رجعنا على بيوتنا على منطقتنا أوقدت الشعلة في أقدم الكنائس داخل القضاء ويعد إيقادها في هذا اليوم بالنسبة للحاضرين وانبعاث للأمل والنور وابتهاجا بمولد المسيح عليه السلام ويكون الختام عادة بإيقاد الشعلة بعد إقامة الصلاة والدعاء بالإضافة إلى الطواف حول الشعلة قبل إيقادها وجودنا هنا رغم كل التحديات رسالة لأهلنا شعبنا العراقي العزيز وللعالم إننا شعب أصيل متمسك في أرضه ويعيش بأمان مع بقية المكونات في بلد جميل وهو العراق ولم يكن المسيحيون وحدهم حاضرين في الكنيسة فكان هناك شباب مسلمون أيضا يشاركونهم في هذه الطقوس حاملين معهم رسائلا أحضروها من الموصل عنوانها المحبة هو اللي خلنا نرجع هو التراث اللي عندنا هنا هو بالهناك بالنزوح عبالك أكو شيء نريده وما أكوه ما أدى يصير يتمنى المنطقة هو الاستقرار والثاني شيء هو مثل دين يصحون ودين يروحون على المناطق الخارج يعني ما أدى يبقون هنا ما أدى يستقرون هنا ومن التحديات التي تواجه المسيحيين في نينوا فإن عدادا كبيرة منهم قد هاجرت بعد أحداث حزيران عام 2014 ومن عاد منهم يأمل بألا تستمر موجة النزيف هذه وتتوقف قوافل الهجرة من مناطق سكناهم أما مدينة الموصل فلم يعود إليها سوى 60 عائلة فقط بعد أكثر من ثلاث سنوات على تحريرها هذه شوالة الميلاد الثالثة التي يوقدها المسيحيون في قضاء الحمدانية بعد عودتهم من رحلة نزوح شاقة وكالعادة الأمان بعودة من تبقى في المهجر بالإضافة إلى إرسال رسائل المحبة والسلام إلى كل أطياف الشعب بحسب ما قالوا اليوم من قضاء الحمدانية محمود الجماس قناة التغيير اشتركوا في القناة